دكتور فرج يعني ده انقلاب فعلا في عالم الجراحة يعني دلوقتي مين اللي بيعمل عملية الدكتور ولا الروبوت؟ لا برضو أنا حب أوضح زي ما قال السيدة الكوربونجي عبدالقادر إن هو الجراح دي عملية مناظير روبوتية عشان برضو يعني كلمة جراحة روبوتية بتدي مفهوم خطأ هي جراحة مناظير روبوتية يعني مراحة المناظير اللي هي كل المصيرين عارفينها وبيطلبوها يعني بيجينا العين حددك شغل المناظير يقوله لا ويقفح حقا ده مش عايز الفتح لا مش كده كمان لإنه مثلا هنتكلم في مجال الأورام الخاص بأي أنا كأورام قولون مستقيم مشاركة ثبتة بكل الأبحاث سالمية إن الجراحات المناظير نسبة الشفاية فيها أعلى ليه؟ لإنه بتبقى ضق عامل زي فيه تكبير وفيه جراحات دقيقة عامل زي الجراحة المايكروسكوبية فدخلت كمان الجراحة الروبوتية بتساعدنا لوصول لاستقصال أكثر جذريا لأنه بتوصل لحتة أصعب زي ما حضرتك قال سيدة دكتور مونجي عبدالقادر بيوصل لأماكن صعبة بدقة غير مسبوقة وبرؤية غير مسبوقة بنقدر نعمل بيها جراحات وإحنا كنا عاملين بحس حضرتك عارفة زي ما قلت لحضرتك إنه كان متوفر بجامعة القرف مع هذه الأورام عاملنا بحسين دكتوراه وبنشور منهم واحد وأعتبر من مرجعيات دلوقتي فأي حد بيكتب على موضوع الروبوت على إنه هو أفضل في الإصال الجذري لأورام المستقيم والقولون وده بالتأكيد من الأورام اللي فيها شفاء وعشان ندرك يعني برضو حتة الكوست اللي هم بيكلموها أو التكلفة التكلفة بيه حاجة اللي بيسموها في الاقتصاد ديريكت بالانس شيت اللي هو أنا بحس العملية دي بتكلفة دي ودي العملية دي تكلفة دي وفيه الانديرك بالانشيط لما بحث بقى الرحلة العلاجية للمريض كله يعني طبعاً يعني استخدام الروبوت مكلف أكتر من استخدام الجرحة العادية في اللحظة العملية في اللحظة العملية إنما توفير الفلوس الأساسي في نسب الشفاء الأعلى بمعنى لو واحد لقدر رحصله ارتجاع غير بقى المعاناة الشخصية والعائلة والكلام ده سواءه هيدفع من دقيقة أو الدولة هتدفع دقيقة لا العيان ممكن يوصل لغاية مليون جنيه دقيقة في وجود العلاجات الموجهة يعني كما هو الإشعال واحده 100 ألف 200 ألف لكن بنوصل لغاية up to 1 مليون ففي الآخر وبرة ما بيعملوش حاجة غير ما يدرسوا جدوى اقتصادية خلاص بيتعامل برة لأنهم أثبات الجدوى الاقتصادية نجدني مكمن نجدني مكمن